سلام اخوتي اخواتاتين اتمنى تكونوا في صحة جيدة ثم ولداتكم والناس اللي اعزاز عليكم مبروك عواشركم كانت من هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة الفيديو ديال اليوم او الفكرة ديال اليوم تحضيرات مسبقة لعيد الاضحة ومع شربة بالخضر بروكلي ويمقوا معي باش غتشوفوا الفيديو حتى الاخير فيه ما يتشاف وغادي تستفدو ان شاء الله هناك ما كتشوفو عندي الشربة اللي غادي نحضر ان شاء الله مع سوند ويتشات وعندي تحضيرات مسبقة كيفية الحفاظ على البصلة مدة اطول في تلاجة غادي تنفعكم في يامات العيد الكبير لما تبقوا واقفين في الكوزينة وتقطعوا آآ البصلة كل ساعة آآ تقطعوا الربيع كل ساعة تقطعوا التومة الخضر مثلا كانحتاجوا نهار العيد كيجيونا ضيوف كان بغوا نحتاجوا آآ خضر كان بغوا نديروا بهم آآ الصلاطات ما يمكن شاء شي تحضيرات مسبقة قبل قبل يوم العيد باش نهار العيد كانت تفرغوا غير روسنا كان نهتموا بريوسنا كان نهتموا بالضيوف دياننا هاتشي علاش كان بغوا نصبقوا هاتتحضيرات قبل من قبل من العيد ويبقوا معي حتى الاخير غادة تشوفوا الفيديو فيه ما غادي يفيدكم وغادي ندوزوا باش غادي نوريكم تحضيرات المسبقة وكيفية تحضير هات الشربة اللي كتجي لديدة هنا يا عندي التومة كتديروا القياس اللي بغيتوا ديال التومة رابعة ولانس كيلو ولا مهم على حسب الاحتياجات ديالكم في في العيد الكبير من التومة وده باكي ما كتعرفوا اخوات راها البصلة موجودة ده بورخيسة يمكن تحتافظوا بها بلما تبقيوها في في الشمش يمكن اهنا يا غادي نحتافظ بها انا في تلاجة وهاتط طريقة يمكن تديروها حتى بالنسبة الناس اللي بالنسبة الناس اللي كي يشتغلوا على براءة بالنسبة اللي ما عندهمش الوقت يمكن يديروا هات البصلة على على طول العام ماشي غيب الضرورة في العيد ولا هادي كتنفعكم هنا كما شفتوا عندي القراعي مغسولين ومعقمين وعندي هنا يا التومة غادي نجيب هاد هاد الالة ولا هاد الروبو لهاد الهاشوار وغادي نطحنتو مع القياس اللي بغيت بغيتو انتو مع بعجونة ببوماد را يمكن تضغطو تزيدو تضغطو بغيتوها غير القياس انا بغيتها غير القياس ما بغيتاش ببوماد وامرات مطحونة كتبا مطحونة مزيان غادي نقرب لكم هنا باش غادي تشوفوا مزيان كما كتشوفوا اخواتي غادي هنا ينضف على شوي دي الملحة هادي الطريقة ولا هادا واسر باش كتبقى معنا تومة موضة طويلة وكنزيد على الزيت بلدية انتو ما يلا بغيتو تضيفو الزيت الرومية اولا الزيت النباتية يمكن تضيفوها ماشي مشكل انا هنا يضفت على غز الزيت البلدية وشوية القليل من الملح اصلا الزيت را كانت تكون اصلا مالحة يعني ما تكتروش الملحة بزاف سوف يكتضغطو عليها حتى كاتهبط لكم التومة وكاتسدو عليها وتحتفضو بها في التلاجة كاتبقى معاكم مدة طويلة فقما بتتنصبوه ولا هادي كاتجبدوه كاتلقاوا سهلة عليكم ما تبقاش ازعمال ريحة ديالها يوميا عندنا نقاون نكشرون نقاون هذا نجبدو التومة نجبدو يعني كنحتفضو بها كاتبقى عندنا كتنينة في التلاجة وهالطريقة البنات ولا هاد الفكرة اللي اقترحت عليكم اليوم ما يقدر تديروه على طول العام انا غادي نجيب البصلة القياس اللي بغيتو بعد ما غسلت هاد الروبو القياس اللي بغيتو انتو متاني ديال البصلة على حسب القرع اللي غادي تحطو فيهم في التلاجة واللي حلح لحسب النصيب اللي بغيتو للقياس اللي بغيتو ديال البصلة طب البصلة ركينا حمراء زوينة موجودة البصلة وانتم اي نوع يا البيضاء يا الحمراء ماشي مشكل نفس 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 الطريقة غادي نضغط وما غاديش نضغط بزا فعال البصلة لانه اليك ترتوع لها الطحين غادي تخرج لكم المادية لها وحنا ما بغيناش داك المادية للبصلة بغيناها تبقى شوية باينة باش نحتافظوا بامدة طويلة في التلاجة بلا ما يوقع لها تشي حاجة انا جبت القرع اللي غسلتها مسبقان ومعقمة شويتو البصلة ما ماشي فيها الماء يعني خليتها مطحونة ولا يعني ما مطحونش تكتحي اللي كي عصر الماء لانه هنا بغيتها النصيب بغيتها كتبغيها النصيب كتبغيها الشلادة مثلا ديال البصلة وماطيشة وشلادة المغربية المعروفة كما كان نقولوا البصلة وماطيشة والخيار يعني كتجيكم سهلة كتخلطي وتجيب ديال القياس اللي بغيت يا ججي معلقات يا تلاتتنا معلقات وكما قلتها الطريقة البنات بقوا هاد الفكرة او لها الطريقة انا كنديرها دائما وكتنفعكم تتفيقوا الصباح كتلقاوا البصلة ماشي كيبقى الواحد تحرقوا في عيني البصلة وكتعقزك على نصيب تعقزك على بستفت الحويج البصلة هنا كتجيب ديالك كتديري مثلا ثلاثة طلب عالقات ولا اربعة على حسب القياس اللي بغيت يا طاجين يا كوكوت يا اي حاجة وهم كتلقى راسكرا كي ناقص عليك الشغل وناقص عليك الخدمة وناقص عليك الريحة ديال البصلة كذلك هذا الشيء علشان احضرتها معكم دابا على حسب العيد كنحتاجه البصلة كتيرة بكمية كبيرة في هذا العيد يعني بحال دابا قطبان ولا شي حاجة كتجيب ديها كتجيك سالة كتديري المعلقات ديال البصلة فوق القطبان بلا ما تقلسي عاد تبقيت قطعي وتبقيت جيب دي عاد الربو عاد تبدي تقطعي وعاد تبدي تحرقي في عينيك وعاد تبدي تريحي بالبصلة دابا لا دابا غادي تكوني بهنية انا بغيت نديرات تحضيرات قلت لي ما لا نشاركها مع الاخوات يستفدوا وكا تحتاف ضيبا في التلاجة قادي نستمر حتى نكمل الكيمية اللي عندي وانتوا معوا على حسب الكيمية اللي بغيتوا تديرو تقدروا قاعد تعمرو جوج قراعي ثلاثة وديروهم في التلاجة ماشي مشكل غي مهم في التلاجة لتحت ماشي في الفريقو غي في التلاجة لتحت ركت بقى حتى مدة اسبوعه اكتر ما كيوقع لهاتي شي حاجة ايلا ايلا لاحظوا مزيان هالطريقة اللي غادي ندير لها ايلا شفتوا مزيان هالطريقة اللي غادي ندير لها ارا ما غادي وقع لهاتي شي حاجة وخاس بقى اكتر من اسبوع يعني باش توقفي واحد النهار في المطبخ وتصو بيها ودهني مدة دي الاسبوع او الا اكتر وهي انتي مهنية من البصلة يعني الراحة التامة هانتو ماشتو ما كنتغطش بززاف كنخباش ماكات باش ماكاتلقش لي الما كنخلاغي مشالضة مشالضة رقيقة صافي ماكان كنتحنهاش مزيان حتى كتخرج المدياله هانتو مكين ماكاتشوفو والله البنات صدقوني هاد هاد الفكرة خليوها عندكم معتمادة توقع تهنو من تقطع البصلة انتو ماشوفو غادي نضيف على هنا الزيت بلدية حتى نغطي البصلة اللي عندي وقليل من الملح هادي نضغط وغادي نحتفط بها هانا كما كاتشوفو را ماكترش الزيت بلدية علاش لاحقيتاش فوق ما جبت مثلا القياس اللي بغيت نديرو را غادي نبدأ نزيد الزيت ونبدأ نسد نجبد القياس اللي بغيت ونعود نزيد الزيت هانا عندي هاد الكيمياء غادي تقذي لي واحد الأسبوع بعدها غادي نتنى من بصلة وهنا كما كاتشوفوه انا حضرت هاد الحامض صوب 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 مسبقا قبل العيد تقريبا شي عشر يام قبل هاد قبل هاد النهار يعني قبل العيد فصوب صوب صوب غادي نجبدو غادي نديرو فهاد القرعة ديال الزيت باش غادي نديرو فتلاجة يبقى قريب لي انا كنت ديراغي فهد صوب 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 كنت ديرا تحت البطاجي وتاوي جبتو لانه تاوي من تحت ديرات ديال العيد الأضحى شوفوه البنات الحامض مصير كيما كان قول الحامض مصير ولا الحامض مرقد كل واحد شنو كيقول لي شوف اللون ديالو كيفاش جا من بعد غادي نحط معاكم الطريقة باش كنرقدو عدر الحامض البلدي شوف اللون ديالو كيفاش ولا عندي تعسل واحد اللون فيه غزال كنت سكوني عارفة شنو غادي شنو غادي طيبي يعني شي حاجة مصوبة على يدك هادي نضغط عليه لانه هنا يرى طاب الحامض راه يعني يرى صالح الاستعمال شوفه هنا دك البابا ديالو والاديك الضغميرة ديال الحامض والاديك المال اللي بقى في الحامض توركي وليم عسل هادو من ضيمن تحضيرات اللي غادي اللي كان حضر قبل من من العيد الاضحى كان بغاو المصير لانه كانحتاجو كان بغاو نديرو الطنجية كان بغاو نديرو الحم بالبرقوق كان بغاو نستعمل ليعني المصير في اي حاجة هادو الحامض راه كيبقفت اللاجة كما قلت لكم ما كيوقع لوتشي حاجة لا هو ولا البصلة ولا التومة قدتهنا وبعدها من من الوقفة في الكوزينة قدت نقص عليكم هنا يعني طحنت الربيع تاو القزبرو مع الدنس تاو كان طحنو مصباقا من تحضيرات ديال العيد الاضحى وهنا يا الباربة سلقتها بكمية كتيرة كان بغاو السلاطات هنا يخيزو على تشكل طولي وهادو هادو ما نحتفظ لنستفض بهم في المجمد حتى نبغيهم نهار بنهار ونجبد القياس او لا في تلاجة من الساعة لنستعملون ونستعملوهم في هذا النهار ومدة ثلاثة ثلاثة من السلاطات تسلقوا الباربة تسلقوا البطاطة هنا الكرافس هنا الكرافس تاو من تحضيرات ديال العيد الاضحى نبغو نديرو ديك الحريرة ما غاديش نبقاو حنية حريرة حامدة كنلقوا الكرافس عندنا الشوربة كنلقوا الكرافس موجودين تحت الدينة ما نبقوش حنية غير على الحم هنية غادي ندوز باش نحضر معكم هاد الشوربة الرائعة بالبروكلي والعدز هنية القرعة ديك الكورجيت اللي مقطعتها على نصفين وهنا يخزوا مطيشة بصيلة كما كتشوفوا البروكلي هو دان اللي مغسول وقطعتوا والعدز البلدي وهنا زويتها بلدية وهنا العطرية عندي غير الكامون ونسمعي القادية الكامون نسمعي القادية الملحة نسمعي القادية الخرقوم البلدي ونسمعي القادية السكين جبير والعدز منقى ومغسول أنا غادي نقطع نوريكم تقطع دي الجازار اللي قطعته والاخيززور قطعته دوائر باش غادي نطيبه في في هادك في القميلة ولا في الكوكوت ولا فش اللي كيتوفر عندكم ما تصوروش على البنات الماضى قديل أنا كنبغي نشرح لكم بزاف وقيلة كنطول في الشرح كنبغي نشرح بالتدقيق ما ما كان كان شرح بزاف كان بغيزع ما باش توصلكم لفكرة عم زيان بالنسبة للاخوات المبتدئات أنا غادي نقل الماضى نحيد لغش شوية ذك البيض ديالها نقل وبعد ما ساليت من تقطيع البصلة والطماكم والخضر اللي عندي هادي نستفى هنا في هد الكاميلة ولا الطاجين هنا يرى بحل الكوكوت عندي أنا هذا وكنضيف العدس من الفوق سوف ندير على العطرية ومعي القادية الزيت بالدية سوف يكن نسد عليه وكنشعل عليه على نار مهي لحتى كالطيب للخضر كنضيف هاد جوج كؤوس كبار من الماء وحتى كنغطي الخضر حتى كنغطي الخضر باش كطيب سوف يكنشعل عليه على العافية مهي لو من بعد كنطحنها في ولا ينكس ولا في الميكسر هنا غادي ندوز باش غادي نحضر الصندويتشات اللي غادي نرافقهم بالشربة نكفتا أوصلة تقريبا باي القياس يعني تقريبا شي بصلة من اللي طحن تفربون نقصت قياس بصلة وضفت عليها الكفتا درت الكامون درت خرقهم بلدي درت المرزية ودرت هنا سكينجي بير مع القادي الزيت بلدية وغادي نحرك المكونات حتى يندمجوا وغادي نشعل عليها على النار مهيلة باش غا نحضر بها الصندويتشات اللي غادي نحضر مع الشربة هنا هنا يملي الطابط لي الكفتا مهم صندويتشات مع الشربة عاشاء صيفي خفيف اديروا وجبة عاشاء اجبت ماطيشة هنا اجبت بصيلة قطعتها شرائح بصيلة قطعتها دواور وماطيشة قطعتها شرائح طوال والصلصات وهنا الفروماج ديال الصندويتشات وهد الخبز ديال الطوص غادي نضيف لصصهم اللي للتحسنين غادي ندير فوقهم من بعد ما غادي نوزعهم على الشرائح ديال الخفز ديال الطوص موسيقى هنا اقدرت البصيلة اقدرت شرائح ديال الطماطي وغادي ندير الكفتا موسيقى 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 هنا غادي ندير الفروم هالشرائح على الصندويتشات كي يجيوا لداد هاد الصندويتشات كنرافقهم مع الشربة وهنا غادي نغطيهم بشرائح اخرين وغادي نطيبهم في آلة البطانيني كل شي كيعرف الآلة ديال البطانيني غايتطيبوا فيها وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبيلة العاشاء ديالي شربة كجي رائع هات الشربة صندويتشات اللي طيبين في آلة البطانيني ولا في البطانيني وكرافقهم بالتمر والحامض كرافق الشربة ديالي بالشباكية والتمر وعاصر ويمكن حضروا معهم اللي بغا سلاطة كيديرها لاش لا دا موهم انا هنا يا حضرت بالتمرش باكية هاد الصندويتشات عاصر وكيبقى عاشاء خفيف هنا يا غادي نوريكم كيفاش كجي هاد الشربة كجي خاطرة البناتو تقيلة كتعرفوا الماداق ديال العدس كيتويتا كيجي رائع جدا مع العدس خصوصا مع الجازار والعدس يعني كجي هاد البروكلي كنعرفوا الفوائد ديال البروكلي كجي شربة رائعة مفيدة صحية للدراري كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو ديال اليوم وهاد الوصفات سحقت جريبة مهم فيديو كان فيه افادة وبسلام عليكم تلقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله ما تنسونيش البنات من الدعم ديالكم ولا لايك ديالكم وبسلام عليكم براك وعواشركم